الآن كلمة السيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بسم الله الرحمن الرحيم فخامة السيد رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لقد أوليتم سياداتكم قطاع الزراعة أهمية خاصة مع تبني آليات ومشروعات ساهمت في تعزيز انتاجية المحاصيل الزراعية خاصة الاستراتيجية منها تدعيما لبناء أنظمة زراعية وغذائية مستدامة حيث أصبح بناء الأنظمة الزراعية والغذائية واحدة من أكبر التحديات التي تواجه الدول المتقدمة والنامية على السواء ولم تعد مشكلة الفجوة الغذائية مجرد مشكلة اقتصادية وزراعية فحسب بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي لدرجة أصبح معها الغذاء سلاحا في يد الدول المنتجة والمصدرة له تضغط به على الدول المستوردة لتحقيق أهداف سياسية وغيرها ومن هنا ظهرت الحاجة المسة إلى مضاعفة الجهود المبزولة من أجل تحقيق الأمن الغذائي للشعوب من خلال تعزيز القدرة على تنمية الإنتاج الزراعي وتحسين قدرات التخزين والتوزيع والاستدامة سيادة الرئيس لقد تبنت الدولة المصرية استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة وقطعت شوطا كبيرا في تحقيقها إلا أنها ما زالت متأثرة بالعديد من التحديات خاصة محدودية الأراضي المتاحة للزراعة كذلك محدودية المياه اللازمة للتوسع في الرقعة الزراعية فضلا عن تأثير ظاهرة التفكت الحيازي هذا بالإضافة إلى ما يشهده العالم من تحديات وأزمات عالمية بدءا من أزمة جائحة قرونة ومرورا بالأزمة الروسية الأوكرانية وزيادة حدة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية ولعل المتابع لتأثير هذه التحديات على الأمن الغذائي نجد أنها خلقت أوضاع مؤلمة أدت إلى ارتباك شديد في أسواق السلع الغذائية الأساسية نتيجة التأثير على سلاسل الإمداد والتوريد مع نقص الإنتاجية في المحاصيل الزراعية وارتفاع أسعار الطاقة ومستلزمات الإنتاج خاصة الأسمدة والسلع والمنتجات الرئيسية مع ارتفاع أسعار الشحن والنولون والتأمين مع انخفاض في مصدر العملات الأجنبية للدول وهنا يجب الإشارة إلى أن الدولة المصرية مثلها مثل كل الدول تتأثر بالأزمات والتحديات العالمية حيث لا تستطيع أي دولة أن تعيش بمعزل عن العالم وما يمر به من أزمات نتيجة التشابك والتلاحم في المعاملات التجارية الدولية لكن بفضل الله وبفضل النهضة الزراعية والدعم غير المحدود والرؤية الصاقبة للقيادة السياسية في التوجيه بتنفيذ مشروعات وإجراءات استباقية مكنت الدولة المصرية من توفير الغذاء الآمن والصحي والمستدام لشعبها العظيم وذلك في وقت عانت فيه كثير من الدول ذات الاقتصاديات الكبيرة من أزمات وارتباك في مجال تحقيق الأمن الغذائي لشعوبها بل وصل الأمر إلى قيام بعض الدول بفرض القيود على استهلاك وتداول السلع الغذائية وقد تمثلت الإجراءات الاستباقية في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى خاصة المرتبطة بالزراعة واستصلاح الأراضي استهدفت زيادة الرقعة الزراعية بحوالي أربعة مليون فدان تقريباً أيضاً يضاف إلى ذلك محور التوسع الرأسي والذي استهدف زيادة الإنتاجية ورفع كفاءة الإنتاج من وحدة المساحة من خلال استنباط أصناف وهجن متميزة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النطق وقليلة الاحتياج المائي بالإضافة إلى تطوير الممارسات الزراعية المتابعة والاعتماد على الخريطة الصنفية للمحاصيل الاستراتيجية مع الاتجاه نحو التوسع في الأصناف التي تتكيف مع التغيرات المناخية وهو أمر جعل من الأصناف والهجن المصرية في أعلى مراتب الإنتاجية العالمية خاصة من المحاصيل الاستراتيجية بالنسبة لوحدة المساحة أيضاً سعت الدولة إلى التوسع في تنويع مصادر المياه عبر المعالجة السلاسية لمياه الصرف الزراعي وتحلية مياه البحر مع الاتجاه الأمثل إلى استغلال المياه الجوفية ولعلي لا أكون مبالغ إذا قلنا أن تكاليف إقامة هذه المشروعات مثل مشروعات التوسع الأفقي ومشروعات معالجة المياه وغيرها زي مشروعات كبيرة المعروضة أمام حضرتكم ولعلي لا أكون مبالغ إذا قلنا أن تكاليف إقامة هذه المشروعات وغيرها والجهد المبزول فيها يعادل بقدر كبير مشروعات قومية كبيرة ما زالت خالدة في ذاكرة المصريين ولتدعيم الإجراءات الاستباقية سالفة الزكر وزيادة العائد منها فقد تمنت الدولة المصرية مجموعة من السياسات والإجراءات الدائمة في تفعيل منظومة الزراع التعاقدية لأول مرة يتم تدعيم منظومة الزراعات التعاقدية بالشكل المطلوب أسعار ضمان إعلان الأسعار قبل الزراع بوقت مبكر أيضا الاستلام في وقت الحصاد بالأسعار المتدولة في حينه أيضا أضيف إلى ذلك دخول هيئة السلعة التمونية قطرف متعاقد ومشتري الأمر الذي أعطى ثقة للمزارعين والمنتجين على التزام الدولة بتنفيذ الزراع التعاقدية أيضا كانت توجهات فياتك دايما بالاعتماد على التآوي المعتمدة المحسنة خاصة المحاصيل الاستراتيجية مع زيادة نسبة التغطية منها على سبيل المثال كنا في 2020 كانت نسبة التغطية في التآوي المعتمدة من الأمح على سبيل المثال 35% الموسم الحالي اللي احنا بيصدده الآن حوالي 70% وإن شاء الله تغطية 2024 ستكون نسبة التغطية بالنسبة للأمح أكثر من 100% يعني يبقى عندنا فائد للتصدير وهذا الأمر بينطبق على الدورة فلسوية عباد الشمس القطم الرز المحاصيل الاستراتيجية كلها أيضا من ضمن الإجراءات الداعمة التوسع في الساعات التخزينية من خلال المشروع القومي لبناء الصوامع واللي رفع قدرة مصر التخزينية من 1.2 مليون طن قطاقة تخزينية إلى 3.4 مليون طن بالإضافة إلى الساعات التخزينية الموجودة لدى الجهات الأخرى كالبنك الزراعي وغيره مكنت مصر من بناء احتياط استراتيجي وصل إلى 5.5 مليون طن وأيضا لرفع القيمة من الساعات التخزينية زي الصوامع أيضا سوف يتم الاستفادة من خلال التنصيق مع معالي وزير التموين وبتوجيه دولة رئيس الوزراء أن احنا هننفذ الزراعة التعاقدية في الدورة وغيره أن احنا هنستفيد من هذه الصوامع أيضا في استلام المحاصيل وتدعمها ببعض المجففات اللازمة أيضا كما دعمت الدولة محور إشراك المجتمع المدني وتعزيز دوره في تنفيذ المبادرات الوطنية التي استهدفت دعم الإنتاج الزراعي منها مبادرة إزرع والتي ينفذها التحالف الوطني للعمل أهل التنموي وبالتعاون مع وزارة الزراعة لزراعة 150 ألف فدان أمح لدى صغر المزارعين في صورة نموذك تطبيق تشاركي بين كل الجهات الفاعلة أيضا كما تدعم وزارة الزراعة التوسع في الحقول الإرشادية والمدارس الحقلية والحملات القومية تدعيما لملف الإرشاد الزراعي نحن السنة دي عاملين أكثر من 7000 حقل إرشاد للأمح وإن شاء الله بنخطط هيبع عندنا حقول إرشادية لأول مرة في محصول الزرا وعباد الشمس وغيرها من المحصيل الاستراتيجية فخامة سيد الرئيس ونحن بصدد تشريف سياداتكم لافتتاح مجمع إنتاج الأسميدة الأزوتية بالعين السخنة ليضاف إلى ما تم من إنجازات جعلت مصر تسير بخطة سابتة لدعم وتطوير البنية الأساسية وتحديث كافة الصناعات لخلق فرص واعدة للدولة المصرية في هذا التوقيت بالغ الحساسية خاصة وأن مصانع الأسميدة في العالم بدأت في تقفيد طاقتها الإنتاجية تدريجيا بسبب أزمة الطاقة وغيرها في وقت تزايد فيه الطلب على الأزميدة لتدعيم ملف الزراع يعني سيادتك بالنسبة للمجمع اللي احنا بنحتتاحه اليوم العالم كله بدأ يخفض إنتاجه من الأسميدة ولولا توجيهات سيادتك والرؤية المستقبلية والسقبة لمثل هذا الأمر التوجيه لإنشاء هذا المجمع هناك نقص في الأسميدة على مستوى العالم فيه طلب كتير نتيجة أزمة الغذاء وملف الأمن الغذاء وبالتالي مثل هذه المشروعات بتضاف قيمة وبتحقق قدر كبير من الأمان لقطاع الزراعة في الدولة المصرية وهنا أرجو أن أصلت الضوء على أهم ما ورد في بعض التقارير الدولية عن ملف الأسميدة أشار تقرير برنامج الغذاء العالم إلى أن الأمن الغذاء لنصف سكان العالم الذين يعتمدون على المحاصيل المنتجة بمساعدة الأسميدة المعدنية أصبح في خطر أيضا يتوقع كثير من المراقبين أن عام 2023 مرشح لاستمرار أزمة الأسميدة حيث لا يزال المعروض يمثل مصدر قلق للمنتجين الزراعيين كما يرى بعض المراقبين الدوليين أنه بسبب نقص الأسميدة فمن المتوقع انخفاض في الإنتاج العالمي من الضرة والأرز وفول الصوية والقمح وقد أظهر ذلك بعض مواقع مثل موقع وزارة الزراعة الأمريكية التي توقعت انخفاض في الإنتاجية للمحاصيل الاستراتيجية لكثير من الدول التي تتأثر بأزمة الأسميدة هذا وتتمثل الأهمية الاقتصادية للأسميدة في أنها تعتبر مكون رئيسي من إجراءات دعم التنمية الزراعية المستدامة أيضا توفير احتياجات قطاع الزراعة من الأسميدة المختلفة مع توفير حصص تطذيرية وزيادة النقد الأجنبي أيضا تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية الموجودة بالدولة مع حماية الوطن من التقلبات العالمية والتأمين ضد مخاطر الأسعار بالإضافة إلى أن زيادة الطلب على الغذاء يتطلب نمو صناعة الغذاء أما على صعيد أهمية الأسميدة للإنتاج الزراعي فتعتبر توفر الأسميدة من أهم المحددات للتوسع في استصلاح الأراضي أيضا تعظيم الإنتاجية الزراعية من وحدتي التربة والمياه أيضا الأسميدة لها دور كبير في زيادة معدل التكسيف الزراعي والحفاظ على خصومة التربة مع تضعيم قدرة النبات على مواجهة ظروف المعاكسة للتغيرات المناخية وفي هذا الصدد نشير إلى أن ملف الأسميدة والتوسع فيه يحكمه مجموعة من المتغيرات مثل خصوبة التربة التركيب المحصولية احتياجات النبات نظم الراي التغيرات المناخية حجم التوسع الأفقي والرأسي أيضا الطلب في السوق العالمي وتماشيا مع ذلك ولضمان الاستخدام الأمثل للأسميدة وترشدها وتلافي أي مخاطر تنشع عن ذلك فقد قمنا في وزارة الزراعة بالسير في إنشاء قعدة بيانات لخصوبة التربة على بستوى الجمهوري لتحديد خصائص وعناصرها المختلفة تمهيدا لإعادة تقدير المقررات السمادية طبقا لنتائج تحليل التربة المعروض قدام سيادتك دلوقتي ده نموزك سعلا حقيقي تفاعلي لموقع أرض في زمام قفر الجديد مركز الرحمنية محافظة البحيرة هذه الخريطة من خلال البيانات اللي موجودة عليها بنقدر نشوف عمق المياه في الأرض يعني على سبيل المثال هنا على عمق 119 سنطي ملوحة التربة قد إيه الكربونات الكلسام الموجودة سلوفات الكلسام الموجودة قد إيه النوتروجين اللي موجود في التربة دي قد إيه الفيسفور البوتاسيوم أيضا العناصر الصغرى زي الزنك والنحاس والمنجنيز وخلافه نقدر بنعمل إحنا بدأنا في تصميم هذا النموذج وإن شاء الله هنبدأ نكمله على مستوى الجمهورية وقريبا يعني في خلال فترة قريبة جداً هنبدأ نطبقه على محافظة أو محافظتين عشان نقدر نرشد استخدام الأسميدة وفي نفس الوقت ما نرمش أسميدة على الفرادية تستخدم وفقاً له احتياجات النباتية والشكل المعروض حالياً يوضح حجم الأسميدة من الأسميدة المعدنية بأنواعها المختلفة واللي بيظهر قدرة الدولة على وجود فائد في الأسميدة الأزوتية وتصدير أيضاً الأسميدة الفسفاتية فيها فائد لكن عندنا بعض عجز بسيط في البوتاسية والأسميدة المخلوطة عندنا الفائد فيها فإن شاء الله بإضافة هذا الصرح وغيره مع ترشيد الاستخدام سوف تستمر في تحقيق فائد من الأسميدة فخامة السيد الرئيس وهنا نشير لأننا مستمرين في تنفيذ توجيهات سيداتكم لنا بدعم توفير الأسميدة المدعومة لصغار المزارعين والفلاحين لزيادة مقدراتهم على مواجهة هذه الظروف وتدعيم قدراتهم الانتاجية رغم ارتفاع أسعار الأسميدة العالمية حيث بلغ إجمال قيمة الدعم المقدم لصغار المزارعين والفلاحين خلال الثلاث سنوات الماضية أكثر من 75 مليار جنيه كما نود أن نضيف بأننا قمنا في إطار برضو الرقابة على منظومة الأسميدة وفقا للتوجيهات سيداتك ودولة الرئيس أننا نضمن وصول الأسميدة إلى مستحقية عملنا منظومة تفاعلية للرقابة مع شركة E-Finance بنبدأ من خلال الاستفادة بالتحول الرقمي والاستفادة من منظومة كارت الفلاح ده نموزك تطبيق حقيقي عملنا كارت للعربية اللي راح تحمل عليها رقم العربية بيتحمل عليها أمر التوريد من الشركة الموردة يروح يتنقل على الجمعية اللي راح عليها الكمية الأسميدة وبيطلع البرينت كده بنقدر نرائب دورة تحرك الأسميدة من خلال من وقت خروجها من المصنع إلى وقت توريدها للجمعية المعنية ثم من خلال متابعة المنصرف من خلال كارت الفلاح بنقدر نرائب منظومة الأسميدة بالكامل في هذا السياق فخمت السيد الرئيس وختاما أنه لمن الفخر أن نتواجد جميعا اليوم في واحدة من إنجازات الدولة المصرية بتشريف سياداتكم بما يؤكد أن مصر بجهود قياداتها وأبنائها المخلصين تستطيع المضي قدما نحو تحقيق الأمن الغذائي من أرض الخير لشعبها العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر